اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قونوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقلناه على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ومذر ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ومذر إنا أرسلنا عليه منيحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ومذر ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أأقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير ستعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبعهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعقى فعقر فكيف كان عذابي ومذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ونقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفني فطمسنا أعلمهم فذوقوا عذابي ونذر ونقص صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذنا من أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كنمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فالم من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ترجمة نانسي قنقر